اشتركوا في القناة الوضع بيختلف كلية لمن انت بتشوف الرب حياتك تتغير انا شفت ناس اتغيرت حيات كلية لمن تقابلوا مع الرب ولمن شافوا الرب ولمن انفتحت عيونهم للرب عندما تنفتح العيون رنمنا اخر ترنيم يخلي حضورك يملعنينا يا يسوع انر يا رب عيوننا فنراك ولما نرى الرب على طول حياتنا رح تتغير زي بتقول الترنيم يتغير وعينينا تشوف مجدك بوجه مكشوف خلي حضورك يملعنينا يا يسوع قال داود في مزمور 34 عدد 5 هذه الكلمات نظروا اليه نظروا الى الرب نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخشل نظروا اليه اي الى الرب واستناروا ووجوههم لم تخجل ما احوجنا في هذه الايام الصعبة اللي احنا بنعيش فيها ايام الهائجة الايام اللي عم بتعيش في صراعات يعني معقدة وعدة صراعات عدة امور بتدخل مع بعضها وفايتة مع بعضها محلية واقليمية وعالمية واحنا في داخل هذه الجبالة الكبيرة دا سميها اللي احنا عم بتدور فينا ما احوجنا ما احوجنا كولاد الرب كشعب الرب نرفع عينينا من ما يحدث في العالم الى عينينا الى رئيس الايمان ومكمل والرب يسوع وحده الثابت اللي لا يتغير الازلي الابدي اللي له كل الكرامة له كل المجد اللي هو ماسك كل الامور في زمام يديه له كل المجد ما احوجنا انه الرب يعطي استنارة لعيوننا الروحية ما احوجنا ان الرب يملأ حياتنا بحضوره المحسوس والملموس وينما بكون وينما بروح انا حامل حضور الرب انا حاسس بحضور الرب انا ماشي والرب ماشي معاي انا ماشي والروح القدس مليني والروح القدس مغامرني والروح القدس فايد فيي ما احوجنا ان نكون في هذه الحالة عشان هذا يحدث احنا بحاجة الى هذه الايام ركز انظارنا اكتر على الرب والرب فقط على الرب مش على امور اخرى ولا على ديانات أخرى ولا على أشخاص آخرين إحنا احتياجنا أن ننظر إلى الرب ومش على ما يحدث في العالم فهذا اللي حكينا الأسبوع الماضي زي ما قال يهوشفات لسنا نعلم ماذا نفعل لكن عينينا على إيش عليك نحوك أعيننا فيارب إحنا عينينا عليك إنت القادر بكلمة هد الرياح والعواصف إنت قادر بكلمة تغير تعزل مولوكا وتنصب ملوكا قلوب الملوك في يد الرب كجداو المياه حيث ما شاء يميله محتاجين نرفع عينينا وأنظارنا على الرب والسؤال بكل بساطة كيف أركز نظري على الرب بكل بساطة اقضي وقع معه وقت أكتر في العالم اللي فيه إحنا نتصارع مع الوقت في العالم اللي فيه بيسرق الوقت منا الكتاب بحذرنا بقول مفتدين الوقت لأن الأيام الشريرة الأيام الشريرة إحنا عايشين ها بتسرق وقتنا بتسرق وقتنا عشانيك محتاجين نعمل العكس نفتد الوقت يقول يا رب أنا بدي أقعد معاك بالصلاة بالكلمة محتاجين ناخد وقت وانت حتى سايق سيارة يقول يا رب كلمني أصمت في محضر الرب تعود يقول يا رب أنا بدي أسمع وبيبدأ الرب يحكي مع نفسك مع فكرك مع داخلك شوي شوي رح تبدأ تتعود تسمع صوت الرب تفهم على الرب والرب يفهم عليك لأنه شهوة قلب الرب هو معاك لذتي مع مين مع بني آدم إحنا مش فاضين له مشغولين 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 لكن الرب يقول إيش أقعد في محضره تعود وعود نفسك إنك تجلس في محضر الرب عود نفسك تسمع صوت الرب عود نفسك إنك تصمت في محضر الرب عشان الرب يكلمك ضع كل ثقتك واتكالك على الرب بقول في مزمور 123 عدد واحد بقول إليك رفعت عيني يا ساكنا في السموات هل عينيك عم ترفعها على الرب؟ هل أنظارك ترفعها على الرب؟ وإنت آخر مرة تطلعت على السماء أنا بطلع على السطح بحاول أطلع على السماء وأنظر إلى السماء إليك رفعت عيني يا ساكنا في السموات قال أيضا في مزمور 121 أرفع عيني إلى إيش؟ إلى الجبال من حيث يأتي عون معونتي من عند الرب إحنا كثير عينينا لتحت كثير مشغولين بإيش بحدث تحت محتاجين نرجع من جديد نرفع عينينا لفوق نرفع عينينا إلى السماء من حيث يأتي عوني ليش؟ معونتي من عند الرب لسنا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك أعيننا لأن المعوني رح تيجي من فوق معونتنا من عند الرب سوعة مسيح كل ما أنت تقضي وقت أطول في محضر الرب حتى لو كان على مراحل متقطعة تقدر تقولي يا رب أنا بدي أخذ عشر دايق الصبح ربع ساعة تلت ساعة وويا بدي أخذ وقت في نص الوقت بدي أخذ وقت في كذا كل ما تقضي وقت أكتر مع الرب كل ما الرب رح ينور ذهنك وفكرك وحياتك أكتر كل ما الرب رح يقودك ووجه خطواتك كل ما الرب رح يكشف عن أسراره لإلك زي بيقولي كتاب سر الرب لمن لخائفه سر الرب لخائفه وعهده لتعليمهم ساعتها رح تفهم شو لازم تعمل وشو مش لازم تعمل إحنا الأيام هاي مش فهمين شو لازم نعمل وشو مش لازم نعمل وإنت بنفهم لمن ندخل ومنشوف وعيوننا تنفتح رح الرب يكشف الحقيقة ونقدر نميز ونعرف ونفهم ونتحرك بقيادة من روح الله نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل لما ننظر إليه باستمرار الرب رح يعمل استنارة لأذهاننا حتى نفهم أمين؟ يا رب نور أذهاني ذور ذهني أنا مش في أشياء كثيري مش فهمها مش عارف ليه يكسر معاي شو صال معاي في أمور كثير عندي لما ندخل لمحضر رب أكتر رب رح يعمل استنارة لما ننشغل في العالم وأمور العالم وما يحدث في حياتي وما يدور في حياتي الأمور رح تكون في تشويش فمنصير مش فهمين مش شايفين مش قادرين نميز ليش هيك عم بيصير شو اللي عم بيحدث مش قادرين نميز فكرة رب ومنصير نقول ليش هيك بيصير معنا ليش هيك الله بيعمل الأمور مش واضحة والحل هو نرجع مرة تاني إلى محضر رب الحل نطلب من جديد حضوره وجهه لكي يشرق علينا من علاه فنستطيع أن نرى بأعين جديدة بأعين روحية ونفهم ما يحدث وما يدور حولنا أمين باسم يسوع ماذا يحدث أحاول أتحدث بعض النقاط عن ماذا يحدث عندما تفتح العيون الروحية ونرى الرب ماذا يحدث عندما نرى الرب حتى بأعين بشرية في البعض شافوا بعيني العادي في البعض شافوا بالروح بأعين روحية ماذا يحدث عندما تعاين أعيننا شخص الرب أول شي بتبدد الخوف والحزن وتمتلئ قلوبنا بالفرح والابتهاج والتعزية مش حدا بشوف الرب بتتغيرش نفسيته كتير بنسمع في هذه الأيام فشلان مكتئب حزنان زهقان تعبان محبط كل هذه المشاعر بتروح لمن عينينا بتشوف يسوع عندما نرى الرب نشوف هذا في يوحنى عشرين صار مع التلاميذ بعد الصلب يسوع أخدوا يسوع صلبوا وقتلوا إذا كان اليوم كان طخو يعني إيش بحسب إيش الزمن اللي إحنا بنعيش فيه والتلاميذ مهددين مش بس قاتلوا لكن العيلة كلها مهددة فالإيش عملوا راحوا طلوا علي وسكروا عحال وغلقوا الأبواب يعني أفلوها خوفا من مين من اليهود هيك بقول في يوحنى عشرين تسعتاش ولما كانت عشية تلك اليوم في أول أسبوع كانت الأبواب مغلقة حيث كانت تلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود ممكن تكون في حالة في حالة هدول التلاميذ والرب يتركك في هذا الوضع إلا ما الرب يجي ويعلن ذاته وهن في هذه الحالة وهن في وسط هذا الصدمي يسوع اللي كنا نظن أنه راح يكون هو ملك إسرائيل وهو راح يملك وهو المسي المنتظر وهو اللي حطينا كل أماننا فيه ومشينا معاه ثلاثة سنين ونص وبنينا كل مستقبل عليه ضاع راح مات صدمة ياما صدمات تصدم حياتنا لما انتيج الصدمات وراها بيجي الرب وقول وهن في هذه الحالة جاء يسوع ووقف في الوسط محل يسوع الحقيق هو في الوسط يسوع لازم يكون موجود في وسط حياته في وسط بيتي في وسط اجتماعنا في وسط الكنيسة هل يسوع في وسط حياتك هل يسوع في مركز بيحور حياتك نشوف في رؤية بيحكي يسوع لكنيسة لودوكية يسوع ما كانش في الوسط تعرف أين كان يسوع جردوا عليه قلوا أين أحد يعرف برا قال في لودوكية يسوع هنا واقف على الباب وأقرأ بيقرأ على باب الكنيسة الجماعة طلعوا يسوع برا ومش فضين ليسوع كنيستنا مش هي كنيست برامج وفعاليات وإحنا محورنا يسوع هدفنا يسوع مش هدفنا نعمل شو هدفنا نمجد يسوع هدفنا نعظم يسوع يكون يسوع في الوسط هذا مكانه الصحيح يكون يسوع في وسط حياتك في وسط بيتك أنت عايش ليش أنت موجود لأنت بتخدم الرب ليش أنت ديج على كنيسة ليش هدف واحد أن يملك يسوع أن يتمجد يسوع في حياتي في كل قول أو فعل أو فكر لمن أجي يسوع وقف في الوسط أول كلمة سلام لكم صوت الرب دايما بيطمن صوت الرب دايما بيعطي الأمان تخفش سلام لكم ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه بعدين قال انجسوني وانظروا أن الروح فقروا روح ليس له لحم ولا عظام مش هولوغرام عم بأعملكم زي نسمع الأشياء نسمعه اليوم لا حقيقي أنا موجود أنا هو لما قال هذا أراهم يديه وجنبه شو صار في التلاميذ في هذه اللحظة بقول إيش ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب الوضع تغير لا التهديد موجود نعم الحالة تغيرت لا ولا إيش تغير مرة بس إيش تغير واحد حالة قلوب تغيرت لمن هني شاف يسوع ممكن الدنيا ما تتغير حواليك بس أنت لمن تشوف وتفتح عينيك وتشوف الرب كل حياتك كل نفسيتك كل كيانك بتغير في لحظة عندما ترى الرب فرح التلاميذ تعزه فرحه هلله الرب حي يسوع حي يا جماعة يسوع بعده حي تخافش ما تقلقش ما تضطربش إلهك حي قادر يحرر قادر يشفي قادر يغير هو بيصنع فوق ما نطلب أو نفتكر مبارك اسم الرب بسوع مبارك اسم الرب بسوع كل ما ملكنا يسوع على اجتماعاتنا وعلى حياتنا وعلى بيوتنا كل ما رفعنا اسمه ومجدنا شخصه وأعلننا أنه هو وحده اللي له كل الكرام والمجد هو وحده المكرم والممجد في الوسط رح تنفتح عيوننا رح نشوف الرب وتمتلئ قلوبنا بالفرح والابتهاج وبالتعزيه هدي حاجتنا في هذه الأيام خلي عينينك خلي حضورك يملأ عينينا يسوع محتاجين حضوره يملأ عنينا محتاجين نفرح ونتعزى ونفرح بالرب فأول شيء لما تنفتح العيون قلوبنا تفرح تبتهج برؤية الحبيب تاني شيء حياتنا رح تتطهر وتتقدس فيش واحد دخل لمحضر الرب ما تغيرش فيش واحد دخل لمحضر الرب وضله زي ما هو إلا ما الرب إيش بيعمل بيطهر وبيقدس وبينقي حياته مين في واحد أشعياء أشعياء كان عم بواجه مشكلة كبيرة والمشكلة إنه هو يعني الأنبياء في العهد القديم كانوا مع الملوك ماخدين دوره مسؤولية في المملك يعني إله دور في الحكومة وإيش صار المالك مات حزقية المالك مات عزية آسف عزية مات فيش مين يملك وراه فيش مين يملك براه مع المملكة في وضع صعب نحن يمكن منعيش في أوضاع فيش مين يقرر في وضع صعب وممكن الأعداء اللي حاولين يطلعوا ويقولوا إيش هاي فرصة نهجم ونحتل المملكة فالأشعية كان حاسس في ضغط كبير مسؤولية كبيرة أنا المسؤول المالك مش موجود شو بدي أعمل فهو اضطرب وبلش فات في ضغط معين ونحن كتير مرات نفوت في ضغطات لمن نفقد السيطرة والأمور تخرج عن الحيز وشو من نعمل وبينما أشعياء متوتر داخل لمحضر الرب بقول في أشعية ستي في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيدة الرب وأذياله جالس على كرسي عالي مرتفع وأذياله تملأ الهيكل شاف فتحة عيني الروحي شاف الرب في مجده ملائكة بكل أنواعها حوله وعن بهت فقوله قدوس 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 رب الجنود مجده ملؤ كل الأرض ولما قالوا هذه الكلمات بقول فاهتزت أساسات العتب من صوت الجالس وامتلأ البيت دخانا فات على محضر تاني تغير إيش برة لا بعد فيش ملك والوضع بالمملكة متخبطة الدنيا وكل شيء بعد وضع ما هو بس تغير أنه دخل إلى مقادس العلي والرب بقوله أنت إيش خايف أنا الملك أنا اللي مالك على هذه المملكة أنا اللي بتحكم فيها أنت إيش خايف عينيك على البشر ولا عينيك علي عينيك علي الرب الرب هو المالك علينا أمين هو المهيمن على حياتنا هو اللي سايد علينا هو البسود علينا ما تخافش إيش مين بروح من بيجي الرب هو ماسك البلد وماسك الدولة وماسك حياتك وعيلتك هو الماسك هو المالك فلما انفتحت عيون أشعياء الروحية شاف الرب بمجده بعدين الشيء التاني أدرك خطأه أنه عينيه على البشر بدأ ما يكون عليه على الرب والشيء التالي أدرك أشعياء في محضر الرب حقيقة نفسه حالته إنه في الروحية وعرف مشكلته مشكلته أول خمس آحاء أصحات كان أشعياء إيش ويلن لكم ويلن لكم في الأصاح السادس ويلن لي لأن نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين نبي أشعياء يعني من أعظم أنبياء العاد القديم لكن لما دخل محضر الرب في نور يسوع تنكشف العيوب الضعفات رب يكشف لك الضعفات حتى لو أنت بيش شايفها ومش عارفها وكانت مشكلة الأشعياء لسانه فقالوا الرب أنا بدي أطهر لسانك لأن أنا قدوس ولازم شعبي يكون قدوس مقدس فأجأ طار ملاك من على مذبح أخذ جمرة من على مذبح الرب ومس شفتي أشعياء الآن مست شفتيك قال له الآن مست شفتيك وكفر عن ذنبك وكفر عن خطيئتك أمين لو رب تعال في هذه الليلة بجمرة مع مذبحك ومش شفاهنا جميعا كلنا محتاجين أنه طهرنا الرب كلنا محتاجين أنه قدسنا الرب كلنا محتاجين أنه الرب يجي ويعلم لنسي فبحضر الرب فيه إيش الرب بيغيرني الرب بيطهرني الرب بيقدسني وكلما أنت يرى وكلما الرب بيطهرنا وبيقدسنا حياتنا إيش بيصير فيها تتغير زي ما رنمنا تدريجيا إحنا نتغير نتغير لأي صورة نتغير لصورة المسيح تدريجيا حياتي بتتغير زي ما تقول ترنيمي رب اجعلني أشبه ابنك يسوع وهي نقطة الثالثة نتغير لما تنفتح عينينا حياتنا تتغير لصورة المسيح إحنا عيوننا مغمضة مش شايفين بنجعل كنيسة منروح إيش الرب كلمك مش عارف شفت إيش هل أنت شايف بالروح هل أنت لما تقرأ الكلمة بتحس الرب بيحكي معاك لما تسمع واظة بتحس الرب بيحكي معاك هل في تبادل ولا إحنا بس وان وي نحكي طلبات وبعدين الرب يعني يمكن يستجيب مش عارف مش فاهم على الرب إحنا محتاجين نتقدم الرب افتح عينينا أفكار عيون قلوبنا لنرى وندرك زي ما بقول في كورونتو ستاني ثلاثة طمانتاش ونحن جميعا ناظرين مجد الرب إيش وجه مكشوف لما نشوف مجد الرب موجه مكشوف كما في مرآة إيش بيصير فينا نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح شو دوري أنا أعمل عشان هذا الإشي يصير روميا 12 واحد وثلاثة واحد وثلاثة بقول أطلب إليكم أيها الإخوة يعني يا مؤمنين بيحكي مع مؤمنين مع كديسة روميا برأفة الله إيش تعملوا أطلب إليكم أن تقدموا أو تكرسوا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله أول خطوة تكريس كرس حياتك للرب هذا الجسد مش للخطيئة أعضاء هذا الجسد مش للخطيئة كانت للشيطان للخطيئة لكن اليوم هي لمين مخصصة مكرسة للرب ومقدس يعني مخصص أواني بيت الرب اللي كانت في الهيكل لا تستخدم إلا في الهيكل لأنها مخصصة أي مقدسة ونحن هياكل أجسادنا هياكل للروح القدس هذا الجسد مخصص مكرس للرب مش للنجاس ولا للخطيئة لكن للرب بعدين عبادتكم العقلية أو الروحية ولا تشاكلوا هذا الدهر يعني ما تعملوش مثل أهل العالم إحنا مشكلتنا إنه إحنا منقلت بعض كيف أعمل ارجع شوف الرب إيش بقولك امشي بحسب فكرة الرب امشي بحسب كلمة الرب كل ما هو جليل كل ما هو صالح كل ما صيطه حسن ففي هذه افتكروا امشي بحسب وصايا الرب امش عارف اقرأ الكلمة عشان تعرف تعلم من خلال دروس منقدمها والنتيجة لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكامل لمن لمن إحنا منعيش لمن إحنا منوخد دورنا منكرس حياتنا ومنقدس حياتنا نتغير ولما نتغير رح نختبر تعاملات الرب إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة هللويا ماذا يحدث عندما تفتح عيوننا الروحية أول إشي قلنا إيش تفرح قلوبنا وتنتعش تاني إشي نتغير حتى نشبه صورته تلاتي إشي نتطهر ونتقدس حياتنا أربعة عندما تفتح عيوننا ونرى الرب بمجده هذه الرؤية تجعلنا نرى مجده هذا بخدنا إلى جبل الرب المقدس شو الجبل المقدس الجبل اللي طلع عليه يسوع أخذ معه بطرس ويعقوب ويحنى في متى سبعة خمسة وبينما هو يصلي تغيرت صورته وظهر بمجده وظهر معه موسى وإليا بطرس لما نشاف المنظر وشاف الرب بمجده وكانش هذا المشهد ما قدر يشوفه غير التلاتي بطرس ويعقوب ويحنى بطرس نادى وقال يا رب جيد أن نكون هنا المنظر رهيب المنظر رائع المنظر يعني شايف الرب بمجده تفتح الأعين أنا بشوف الرب بمجده قالوا نصنع لك تلات من ظلات واحد يقلك واحد لموسى واحد لإليا وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة وصوت من السحابة صوت الآب إيش بقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه لا موسى ولا إليا بوقف قدام يسوع فقط الرب هو لإله كل الإكرام الإبن الحبيب الإبن الوحيد ونشوف مع بطرس بتمر الأيام بطرس يقارب أن يفارق الرب ويكتب رسالة الرسول بطرس التاني آخر رسالة قبل ما يموت وبيعلم بالرسالة إنه وقت قد حان للرحيل شوف الرب يقول له وأنت بدي يطلع الرب يقول له وأنت أجت نهايتك وقت قد حان للرحيل يكتب بالرسالة بهذا المعنى حزقية أجأ الملك حزقية أجأ الملك أجأ النبي قال له إيش حزقية حزقية أجأ ما غلطش حزقية قال له إيش حضر حالك لإن أنت راح تموت عزيزهم في عيني الرب موت أطقيائهم بس في وقت الرب بحدد فمش وين تبدو العالم ولا الشيطان انت بتموت وانت الرب بقولك في توقيت فبتخفش انت بين ايدين الرب محفوظ فهو منشوف منشوف هنا اللي صار انه بطرس بيكتب هذه الرسالة وهو عم بيكتب هذه الرسالة شو بقول في بطرس الثاني الصاح الأول قولي انه اخذ من الله الآب كرامة ومجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس يعني يا بطرس بعدك بتذكر الحادثة الهاي هي الحادثة بتنتسى اللحظة اللي بتشوف في الرب مجده هذه اللحظة أبدية أحبها بتضل من طبعه في فكرك في قلبك في حياتك كل اختبارات روحية الرب فيها أعلن ذاته إليك هذه الاختبارات محفورة فيك تنتساش تنقلعش همين بتتغيرش حياة ام غسان عند نجلة آخر فترة كانت هيك شوي بلاش النسيان يشتغل قبل ما تنتقل تعود تحكي معا مرة بتعرفك مرة بتعرفك بس لما تقول لي تعالي نصلي ولا غلطة بتغلطها صلاة منمقها غير عادية أنا عتصلي الرب قال لي إيش الألسايمر ما بيخترق خلايا المخ اللي محفوظ فيها كلمة الله لأن كلمة أبدي لا تتغير فالرب اللي بيعملوا فيك عمل أزل أبدي بيضلوا معاك للأبدي فمقدرش لا مرض ولا ألسايمر يخترقه لأنه إلهي أبدي فهذا الاختبار بطرس قال معقول أنساه كأنه بعده إيش كأنه إيس حدث بياما فيه اختبارات صارت مع أشخاص كاترين في وسطنا لما تقعد معي تقولين كأنه إيس صار الاختبار بعده حياتي أنا فيه اختبار وأنا صغير صار معاي وبعد لحد إيس موجود وكأنه اليوم صار ما بتغيرش لأنه خارج حيز الزمن ما يصنع الرب عظيم مجده عظيم آخر شيء عندما تنفتح العيون في محض الرب بيكشف إلنا الرب عن مخططاته وبيفضح إلنا مخططات الشيطان منشوف هذه بقصة في ملوك الثاني أصاح ستة وعدد ثماني منشوف ملك أرام يحاصر مدينة دوثان ليش؟ في واحد هناك مغلبه اسمه أليشع النبي أليشع شو قصة النبي أليشع؟ ملك أرام حاول يحارب ملك إسرائيل في كل خطة بيعملها ملك أرام عشان يحارب ملك إسرائيل بيلاقي ملك إسرائيل عارف الخطة ومحضر الترتيب من الأول فبتفشل المؤامرة مرة مرتين ثلاثة أربعة آخر شيء قال ملك أرام فيه أكيد واحد في وسطنا جاسوس بوصل كل الخطط والمؤامرات والترتيبات لملك إسرائيل أجل جنود قالوا له سيد الملك الموضوع مش هيك أنت فيه موضوع تاني قال لي إيش؟ قال لي فيه واحد نبي هناك بيعرف إيش بتحكي مع مرتك في فراش النوم قال مين هذا؟ قالوا له هذا اسمه أليشع وين موجود بدوثان؟ على دوثان فراحوا وحاصروا المدينة فاء خادم أليشع الصبح طلع يطلع الصور بلاقي إيش؟ جيوش ومركبات وخيل والمدينة محاصرة يعني إيش؟ الوضع وضع صعب تعرفوا كم مرة بثيء الصبح بتلاقي الحارة مليانة بوليس منذكر شوفي شوفي إحنا عدنا بسير بس هنا على مشتوى المدينة بيجي الخادم يرقد 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 عند إيش عند إيش؟ بصيبه بصيبه شوفي المدينة محاصرة خلاص راح يدمرون راح يتلون يعني شايف موته في عينيه الوضع اللي شايف الواقع اللي حقي اللي بيعينيه واقع صعب جدا إذا تطلع على الواقع اللي إحنا عايشين في الولد الواقع عايشين فيه واقع صعب لو أنت بظله هيك ناس يأساني ناس فشلاني هذا الواقع المنظور لكن بوصل عند إليشع وبحكي له القصة حلو إنه إليشع فيش إشي كان مخفي كل شي كان شدور يشير يعني رب ما أعظم هذا النبي رد علي إليشع قال له لا تخاف لهذا الخادم اسمع الكلمات لا تخاف ليش ما تخافش كم واحد هناك جيش بمركبات وخيل وهو كم واحد مع إليشع والخادم تابعه قال له لا تخاف لأن الذي معنا أكثر من الذين معهم الذين معنا اللي معانا أكثر من الذين معهم الخادم عم بيشوف المشكلة في منظور طبيعي بينما إليشع يرى الوضع بمنظور روحي شايف بأعين روحية إنه اللي معاه الملائك اللي معاه أكثر من الشياطين اللي معهم قال له تخافش الذين معنا الذين مش الذين الذين معنا أكثر من الذين معهم فهي واقع روحي لما تنفتح عينيك بيتشوف ولما بيتشوف بتعرف شو تعمل وكيف تتصرف ولي صار هنا إنه إليشع صلى ضرب الرب الجيش كله إيش بالعمى نزعوا نزلوا جروهن على المدينة رجع صلى فتح الرب عينيهن إحنا بنقعد نصلي مليون مرات لنفتح لنفتح عينيهن لنفتح لنفتح ما أعظم هذا النبي يعني بكل بساطة عميهن فوتو ففتح بعد ما دخلوا المدينة وفتحوا مين لقوا يطعنوا ملك الإسرائيل قالوا يا أبي يعني أنا ضرب أنا ضرب قالوا لا 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 شو تضرب أضرب لما أنت بتتحرك لما أنت بتتحارب إحنا هون الموضوع افتحوا لي المايد وطعموهن إن جاء عدوك فطعمه إن عطش فسقه إن فعلت ذلك تجعل جمر نار على رأسه طعموهن وندموا الجماعة وقالوا إرجعوا روحوا ما ترجعوش طرق الربع الحل كان بسيط طاولة وشوية أكل حشوة وغزاء وحلت المشكلة تخيل جيش بمركبات وحرب وقتل وسيوف وتنحل بطاولة أكل عندما تفتح الأعين يكشف الرب ولم يكشف الرب يشورجيك مين المعاك نحن مرات نشوف حالنا لحالنا ونشوف الدنيا كلها ضدنا قولوا رب افتح عناي خلينا أشوف مين المعاك الذين معنا أكثر الذين معهم آه بعدين لما نفتح صلى 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 قبل قبل ما تحدث هذه صلى عليش وقال يا رب افتح عينيه فيبصر الخادم اللي معاه حلو يعني الاشي كان مش محتاج غير أربع كلمات يا رب افتح عينيه فيبصر بول فتح الرب عينيه عينين الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع هللويا واحد أليشع خيل ومركبات نار هاي ملائكية يعني يجيوش السماء كل نازل عشان مين عشان أليشع رجل واحد كوّع مملكة كاملة يا رب مش عارفيني مش عارفيني مش عارفيني مش عارفيني منسكوه ليش لأنه رجل الله لأنه قادر يشوف بأعين روحية لأنه بمثله هو الله المالك على الكل كم واحد فينا هون رجل الله وامرأة الله احنا شعب الرب افتح عينينا يا رب عشان نشوف تتغير كل الصورة كل المنظور إليشع كان يحكي من فوق بسلطان الرب كان شايف بمنظور روحي مش بمنظور بشري والرب دينا نشوف الأمور بمنظور روحي مش بأعين مغمضة لكن بأعين مفتوحة لما نشوف منظور روحي بأعين مفتوحة الرب يقدر يعطينا الحل كيف نتعامل مع الظروف الصعبة اللي احنا عم نشتازها مع المشكلة الشخصية اللي في بيتك مع الحالة اللي في البلد اللي احنا عايشين فيها وكيف الرب يستخدمنا نكون بركة لهذه البلد أمين جميعا نوصل لي يريتك لقائق قبل ما ننهي ولا رب افتح عيوننا فنرى وجهك افتح عيوننا فتفرح قلوبنا وتتعزى نفوسنا افتح عيوننا فنراك وتتغير حياتنا لنشبه صورتك صلي معا له رب افتح عيوننا فنراك وتكشف عيوبنا وتطهر وتقدس حياتنا رب قدسنا عشان يستخدمنا افتح عيوننا حتى نشوفك بمجدك وبهاءك تبتهج نفوسنا فيك افتح عيوننا افتح عيوننا لكي نرى يا رب والاجل اخوتي واخواتي في هذا المساء افتح عيوننا يا رب افتح عيوننا صلي معايا هذه الصلاة يا رب افتح عيناي الروحية اعطيني يا رب انا اراك اعطيني يا رب انا ادرك مشيئتك اراك في الكلمة اراك يا رب بسوع في الصلاة اراك في الروح تفتح يا رب وتغير يا رب بسوع الواقع اللي احنا عنشين فيه وتعال وتعامل معاي مع كل احتياج قل يا رب افتح عيني يا رب افتح عيني يا رب انر قلبي عيون قلوبنا تفتح عيون اذهاننا قلوبنا مبارك اسمك يا رب نرى ذراعك اللي بتحوطنا نرى حمايتك نرى يا رب حضورك نرى ملائكتك المقتدرة الموجودة معنا جبابرة البأس اللي بتحارب عنا في العالم الروحي نرى يا رب بسوع الذين معنا اقوى من الذين معهم تقدر يا رب بسوع تستخدمنا نغير الواقع مشاكل كتير تنحل يا رب كلمة سلطان من عندك يا رب امور كتير يا رب تحديات كتير يا رب بسوع اسوار تسقط قدام شعبك يا رب بسوع نهر يفتح ويشق قدام شعبك اعطينا نرى يا رب ما انت تستطيع ان تصنع واستنع باعين روحية في اسم الرب بسوع في اسم الرب بسوع خلونا موقف مع بعض رنم هذا القرار وإحنا رنمه تكون صلاة قلو علمني يا رب بسوع قلو رب بسوع افتح افتح لي عيني افتح لي عيني يا ربي انر لي يا قلبي انر لي يا قلبي لكي اراك ذراعك توحيت بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي لكي ارى ذراعك توحيت بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني بي يا رب بسوع جين اليك يا رب بسوع نؤمن انه عندك يا رب بسوع لمسات بالروح القدس هذه اللحظات تلمس اعين شعبك يا رب وعين عبدك يا رب ايضا يا رب جميعنا لكي نبدأ يا رب عيونك تنفتح على امور اذهان عيوننا يا رب تنفتح فنرى وندرك ونفهم مقاصدك ومشيئتك وارادتك يا رب بسوع نتغير احنا يا رب قبل ما يتغير الواقع الحوالينا احنا نتغير يا رب بسوع وتقدر يا رب تبنينا من انسان الداخل يا رب بسوع تنزع كل يا رب بسوع امور مهزوزة من جوة تغيرنا حتى نكون ثابتين رسخين عارفين موقنين يا رب بسوع من المعنى اني عالم بمن امنت وموقن انه قادر ان يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم شكرك يا رب بسوع لاجل اليقين لاجل يا رب بسوع الايمان يا رب اللي كامير ساتر للنفس يا رب بسوع الرجاء اللي بتحطه في قلوبنا المحبة اللي بتحطه في قلوبنا تملانا وتعمل فينا عظم عملك معنا مجد اسمك يا رب بارك شعبك يا رب اطلقنا من هذا المكان بملء البركة بملء القوة بملء النعمة يا رب بسوع بارك يا رب كلمتك اجعلها تعمل في القلوب وتكون هادي صرختنا هادي طلبتنا افتح عيوننا فنراك أيها الرب لك كل المجد اختم هذه الكلمة بختم روحك اطلقنا من هذا المكان بملء البرك لك مننا كل الإكرام والحمد والشكر باسم ربنا يسوع المسيح نصلي قول مع بعض والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا تدوم فينا أجمعين إلى أبد الآبدين أمين وثم أمين ربي بارككم جميعا